اشتركوا في القناة سواء ازا كان بالصف الاول او في بعض التخصصات بتدرس في الصف التاني نظرا الارتباط الكهرباء او العلم الكهرباء باغلب التخصصات اللي بوجودة في تعليم الفن الصناعي او في الحالة عملية حتى بصفة عامة زي ما احنا كنا بدأنا في الحلقات اللي فاتت وقلنا ان الجزء بتاع اسس الهندسة الكهرباء اللي احنا بنتكلم فيه في الوقت الحالي ده مرتبط ارتباط كل ببدايات الكهرباء ومعنى تكوين العناصر المكونة للطاري الكهرابي وازاي بنشتغل فيها وازاي بنكون كل عنصر وازاي نقدر نكون دارة كهربية وازاي نقدر نقول للطاري الكهرابي اذا كان طاري الكهرابي مستمر او اذا كان طاري الكهرابي متردد وقلنا انه ممكن الحلقات اللي احنا بنزيع حدية او اللي احنا بنعملها تنفع حتى الغير مختصين في مجال الكهرباء للتعريف بعلم الكهرباء وبدايات الكهرباء اللي تنفع في حياتهم العملية كان في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن بداية قصص الهداثة الكهربية اتكلمنا عن عناصر الدارة الكهربية وقلنا ان الدارة الكهربية البسيطة بتتكون من ايه وقلنا التلات عناصر الاساسيين بطحة اللي هو منبع طاري متردد وموصلات والاحمال واتكلمنا عن انواع الاحمال اذا كانت احمال مادية او احمال حسية او احمال سعوية وقلنا ان كل الدار بتتكون من مجموعة من الاحمال المتدخلة مع بعضها انتقلنا بعد كده لمجموعة من التعريفات والكميات الكهربية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العملية بصفة عامة ويمكن حتى العامة او للناس العاديين ودرسناها بسنة اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي ودرسناها بسنوي زي تعريف شد الطار الكهربية تعريف الجهد الكهربية تعريف فرق الجهد وتعريف القفض الكاف تعريف المقاومة ويمكن استعرضنا برضو قانون قوم وعلاقاته في ما بين الجهد والطيار يعني كانت بدايات في علم الكهرباء وعشان كده احنا بنقول ان هي اسمها او الحالات بتاعتنا اسس الهندسة الكهربية النهاردة ان شاء الله هنستكبل الجزء اللي احنا شرحناه في الحالات السابقة وهنبدأ بحاجة بتخص الطيار المتردد او بجزء بيخص الطيار المتردد مجموعة من التعريفات او مجموعة من الاسس اللي عندنا اللي بنتعمل معاها في الطيار الكهرابي المتردد وهنلاقي عندنا مجموعة من القيم المختلفة يمكن اسم درس النهاردة او الاساس بتاعنا اللي هو القيم المختلفة للطيار الكهرابي المتردد في قيم للجهد والطيار اللي احنا بنستخدمهم في حاتنا العملية يمكن المعتاد ان احنا بنقول ان الجهد بتاعنا ٢٢٠ فولت او جهد بتاعنا ٢٠٨ فولت ده ما يطلق عليه القيمة الفعالة للجهد القيمة الفعالة للجهد القيمة الفعالة للجهد وإحنا عندنا قيم تانية للكومة الفعالة عندنا قيم مختلفة للطهار المتردد عندنا قيمة فعالة عندنا قيمة عزمة عندنا قيمة لحظية طب جات منين الحاجات دي لو نفتكر إحنا لما كنا بنتكلم في الحلقات السابقة قلنا أن نظرية توليد الطهار القرار المتردد طبقا نظرية فراداي بتقول إذا قطع موصل ساحة مغناطسية إذا قطع موصل ساحة مغناطسية فانه يتولد به قوة ضفعة كهربية تكون قيمة عزمة عند زوية قطع تسين درجة اذا قطع موصل ساحة مغناطسية فانه يتولد به قوة ضفعة كهربية تكون قيمة عزمة تعالوا نقب عن تنقى تريد فانها تولد به قفضة الكافية يعني هتولد فيه قوة ضفعة كهربية بتكون قيمة عزمة عند زوية قطع تسين معنى كده ان قفضة الكافية اللي بتتولد دي بيكون لها قيم مختلفة تانية غير القيمة العظمى ما هو مدام قال لي تكون قيمة عظمى عندما تصل زاوية القطع لسين درجة كهربية يعني معنى كده ان كفض الكاف اللي عندي دي هتمر بمراحل او بقيم مختلفة لحد ما هوصل لزاوية القطع اللي هي تسعين اللي هاخد عندها قيمة عظمى للكوات دفع كهربية طيب ما هو معنى كده بيتضح من الكلام ان انا عندي حاجة اسمها قيمة عظمى وفي قيم تانية انا هاخدها اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي نبدأ باول قيمة عندنا او اول حاجة عندنا اللي هي القيمة العظمى للكوات دفع الكهربية ايه هو تعريف القيمة العظمى للكوات دفع الكهربية نشوف مع بعض كده هي اعلى قيمة تعريف القيمة العظمى للكوات دفع الكهربية هي اعلى قيمة يصل اليها الجهد او الطيار اعلى قيمة هيوصل لها الجهد او الطيار المتردد وتقاس بواسطة راسب الزبزبات دايما بنقسها بواسطة راسم الزبزبات يعني بنعرف ايه متى الكيمة العظمى دي بواسطة راسم الزبزبات الكيمة العظمى دي ليه هاهمية طبعا احنا قلنا الكيمة العظمى دي بنوصلها لما بكون زاوية القطع بتاعتنا 90 درجة اللي هو قطع خطوط المجال المغناطيس للموصل او الموصل لخطوط المجال المغناطيس دي بينهم 90 درجة يعني لما يكون خطوط المجال المغناطيسي والموصل بينهم زاوية قطع تسين درجة يعني عملية التعامل يعني اللي دي مش في عملية التوازن لا في عملية التعامل يعني الموصل قاطع لخطوط المجال المغناطيسي بزاوية مقدارها تسين درجة يعني في تعامل ما بين خطوط المجال المغناطيسي وما بين الموصل في الحالة دي هيكون اقصى قيمة للقوة الدفعة الكرامية او القيمة العظمية للقوة الدفعة الكرامية يبيقول لي هي ايه بقى هي اعلى قيمة يصل الىها الجهد طبعا الجهد او الطيار المتردد وتقاس بواسطة راسم الزبزبات ولهذه القيمة دي وليها اهمية خاصة جدا عند اختيار مقاومة العزل للملفات القيمة العظمى دي لها اهمية كبيرة جدا لما بجي اختار مقاومة العزل للملفات او في اختيار جهد للنهار المكاسفات ولاشباه المواصلات طبعا هي بصفة عما لها ايه مكبيرة جدا عندي القيمة العظمى دي بس بتظهر قيمتها قوي بيقول اللي بتظهر قيمتها لما بتكون انا عايز اجيب مقاومة العزل للملفات او جهد النهار المكاسبات او اجباه المواصرات اقصى قيمة دي بوصلها انت لما بتكون زوية القطع ما بين خطوط المجال المناطيسي والمواصل اللي بستنتك فيك افضل كال بتساوي تسعين درجة القيمة العظمة دي اللي احنا بنطلق عليها في مكسيمم قيمة العظمة بيطلق عليها في الرموز الكهربائية بتاعتنا الفي مكسيمم تاني قيمة عندنا اللي هي القيمة اللحظية تاني قيمة بعد القيمة العظمة اللي احنا بنتعامل معها القيمة اللحظية اللي هي الفي تي القيمة اللحظية اللي هي الفي تي الفي تي دي ادية اللي هي الفي عند يعني اللي احنا يعني بساطة شده كده الفي يعني تي اللي هي قصر طيب في تي او في عند نقطة معينة او لحظة معينة بيقول لنا هي عبارة عن ايمة القوة الدفعة الكهربائية عند لحظة معينة يعني مثلا انا عندي زوية قطع خمسة واربعين تلاتين تلاتة واربعين في لحظة ما انا بقول لك جيب لي قيمة القوة الدفعة الكاربية مش عند لحظة التسعين عند لحظة التسعين يبقى قفضة الكاب بتسوي قيمة عظمة انما عند لحظة معينة اي لحظة بقى من سفر لحد تسعين اي لحظة قطعة او زاوية قطعة ما بين السفر للتسعين دي اللي بجيب عندها قيمة قيمة للقوة الدفعة الكاربية او قيمة للطار بسميها القيمة اللحزية يبقى القيمة اللحزية اللي هي الفي تي هي قيمة او جهد الجهد او مقدار الجهد عند لحظة معينة في وقت معين بقولك هاك لقيمة الجهد يبقى هاك لقيمة القيمة اللحظية يبقى تعريف القيمة اللحظية هي مقدار الجهد المستحس عند اي لحظة ايا كان هي مقدار الجهد المستحس عند اي لحظة وعادة تعرف هذه اللحظات بموقع متجه الجهد بنعرف هذه اللحظات بتاعتنا بموقع متجه الجهد العلاقة اللي بتربط اااااااااااو بتباين Mickie مثل VT اللي هي القيمة اللاحظية هنشوفها مع بعض دلوقتي بتقول ان VT بتساوي V sin T V sin T اللي هي VT بتساوي اللي هي القيمة اللاحظية بتساوي A بتساوي E الم glitteroob في السين اللي وجاه بتاع زاوية في لحزة القطع اللي انت بتتكلم عنها يبقى VT يلي هي آآ الكيمة اللحزية بتساوي الجهد مضروف في صاين مضروف في صاين اللي هي الجهة. تي لا آآ انت بتجيب بتاعة الزوية عند انا لحظة. ولما كنت قاطع والزوية تلاتين. ولا لما كانت الزوية تلاوتها واربعين. لما كانت الزوية خمسة واربعين. لما كانت الزوية خمسين يبكون اي الزاوية اللي انا قاطع عندها او اللي انا عايز اجيب قيمة القيمة اللحظية عندها هنشوف مع بعض دلوقتي منحنة هيبين لنا القيمة اللحظية والقيمة العزمة وموقعهم عنها منحنة الموجة الجيبية بيبقى شكله ايه هي بس يعني زي ما احنا هنشوف كده مع بعض على الرسم انا عندي رسم بيبين الموجة الجيبية اللي هي الصينوية بتاعتنا او موجة الطير الكهرابي المتردد المشهورة او المعروفة احنا طبعا اشكال موجات كتير في المربع وسط المنشار وخلافه وانما احنا بنتعمل مع الموجة الجابية اللي هي الساين ويف اللي هي الموجة العادية بتاعتنا دي اللي هنشوفها من بعض على الشاشة دلوقتي هنلاقي بيان او توضيع وطبعا احنا مش بنغوث اوي في المادة العلمية للكهرباء او لقصة الهندسة الكهربية لان احنا بندي البدايات اللي هو بيتعلمها الطالب يمكن في الصف الاول او اللي لسه بننشطه ودخل على السنان تانية عشان نخش على معترك الالات الكهربية ولقاية الرسم معنا دلوقتي هنشوفه الموجة المتاجع بتاعنا بيقول ايمة القوة اللحظية فين هتبقى اي قوة اللحظية عند لحظة معينة عند اي زاوية قطع ايا كانت طب القوة العظمى هتبقى عند زاوية قطع تسعين درجة ايبقى انا عندي بالبانع المنحنة امتين ايمة للقوة ضفعة الكهربية وايمة للقيمة اللحظية زا ما احنا شايفين دلوقتي كده معنا القيمة اللحظية هي عند لحظة معينة بعد ما بقى كانت زاوية القطع تسعين هنا هتديني اقصى قيمة عند زاوية قطع تسعين اهو القيمة العظمى عند زاوية قطع تسعين درجة ببنقولك ايه دي لما يكون زاوية القطع تسعين هتديني القيمة العظمى لقوة ضفعة الكهربية اللجهد او للطار او اللي انا بتعمل معها طب بقى لو اقل من التسعين قبل التسعين ما احنا قلنا لو التسعين هتبقى قيمة عظمى طب لو قبل التسعين اتنين تلاتة اربعة خمسة عشر 15 عشر عشر هتبقى دي بالنسبة لنا القيمة اللحظية سواء كانت في النص الموجب او في النص السالب لانت زا ما انت شايف كده انا عندي نص موجب وعندي نص السالب فإذا كانت في نص الموجب أو إذا كانت في نص السالب فهي بتعتبر قيمة لحظية مدام ما وصلتش لزاوة القطع بتاعت اللي هي تساعة بعد كده عندي قيمة تانية من القيمة احنا تكلمنا طبعا عن قيمة لحظية واتكلمنا عن القيمة العظمى فيه قيمة تانية بسميها القيمة المتوسطة القيمة المتوسطة للجهد أو الطيار نشوف تعريف القيمة المتوسطة للجهد أو الطيار كقيمة من القيمة اللي احنا بنتعامل معها القيمة المتوسطة لجهد الطائرة هي القيمة المتوسطة الحسابية هي القيمة المتوسطة الحسابية لدورة كاملة هي القيمة المتوسطة الحسابية لدورة كاملة دورة يعني ايه؟ يعني نصف مجاب ونصف سالب دي طيار متردد تساوي سفر يعني ان قيمة المتوسطة بتساوي سفر؟ لا هو نقولك ايه؟ نستوعب الكلام اللي مكتوب القيمة المتوسطة الحسابية يعني لما احسب القيمة القيمة المتوسطة الحسابية يعني بقول لي لما تحسب القيمة المتوسطة لما تحسب القيمة المتوسطة لدورة كاملة دورة كاملة يعني ايه يعني نص موجب ونص سالب هتلاقي ان القيمة بتتعاتك بتساوي سفر ليه لان القيمة المتوسطة في نص الموجب هتساوي القيمة المتوسطة في نص الموجب السالب ودي بالموجب ودي بالسالب ففي الاخر هتديني سفر نص الموجب مع نص السالب هي الديني سفر يبقى القيمة المتوسطة الحسابية لدورة كاملة نص موجب ونص سالب لما اجا احسبها هتدين في الاخر سفر مش هتدي ايما طب ليه لان لما احسب قيمة المتوسطة في حالة النص الموجب واحسب القيمة المتوسطة في حالة النص السالب قيم موجبة وقيم سالبة لما اجا اجمعهم مع بعض حسابين او جابريان هديني ايما في الاخر بتساوي سفر علشان كده هبقولك الرئيس بقولك ولذلك علشان كده زالك تحسب القيمة المتوسطة للموجة الجايبية على نص موجة فقط يعني ايه؟ يعني لما باجي احسب القيمة المتوسطة للموجة الجايبية ما بحسبش النص الموجة بالنص السلب يتحسبها للنص الموجة بس يتحسبها للنص السلب بس عشان تطلع معك ايه؟ يبقى قلنا القيمة المتوسطة اللي هي الفي افريج الفي افريج عبارة عن قيمة المتوسطة للطيار الكهرابي سوى ازا كان الجهد او طيار طب لما اجي احسبها انا عندي نص الموجب بتاعتك نص الموجب ونص سالب لو حسبت القيمة المتوسطة للطيار المتردد لنص موجب ونص سالب هتطلع بتسوي 0 لنص الموجب هيديك مجموعة قيمة موجبة والنص السالب هيديك مجموعة قيمة سالبة لما اجي اجمعهم جبريا مع بعض الموجب والسالب هيطاروا بعض هتبقى القيمة المتوسطة بتسوي 0 طب الحل ايه؟ حل الببساطة شديدة قال احسب القيمة المتوسطة على نص واحد بس من الموجة يمى النص الموجة بيمى النص السالب يبقى القيمة المتوسطية هقولنا بنحسبها النص الموجة بالنص السالب يمى النص الموجة بالنص السالب ولو حسبنا الاتنين معاوض هتدينا سيف القيمة المتوسطية الجوة تحسب من العلاقة اللي هنبينها القيمة المتوسطية هنحسبها من انا علاقة لاحظة ان احنا ما بناخدش اثباتات علاقات يعني ما بنقولش علاقة جات منين احنا بنقول القيمة عبارة عن ايه سوى اذا كانت متوسطة او فعالة او ايا قيمة والقانون بتاعها او العلاقة الرياضية بتاعتها عبارة عن ايه بس ما بنخشش في التفاصيل او التفاصيلات الصغيرة للاستنتاجات بتاعت دي جات منين ودي جات منين لان احنا بنتكلم عن بدايات قصص الهندسة الكهربية تشوف مع بعض كده القيمة المتوسطة للموجة الجابية بتحسب بينين من القانون في افرش اللي هي القيمة المتوسطة بتساوي ستمية تلاتة وتلاتين من الف من القيمة العظمة في افرش بتساوي ستمية تلاتة وتلاتين من الف من الفي مقسم زي ما تشوفوا الدماء كده عند القيمة المتوسطة واتكلمنا عن قيمة العظمة القيمة المتوسطة بتساوي قد ايه من القيمة العظمة ستمية تلاتة وتلاتين من الف من القيمة العظمة ده القيمة المتوسطة اللي هي في افرش ناخد بعدها كده عندنا قيمة تانية اللي هي القيمة الفعالة الـ VRMS VRMS اللي هي القيمة الفعالة للقوة الدفعة الكهربية القيمة الفعالة تتساوى الحرارة المتولدة في مدفعها يعني بيحاول يقربها يعني ايه القيمة الفعالة ببساطة شديدة انا طلعت جهد معين بقيمة معينة اقصى قيمة للجهد انا طلعتها مثلا والفي مقسم بتاعت 300 انا هستفيد منهم بقدي ايه هستفيد من الميت فولتو دول بقدي قدي ايه هتكون من قيمة الفعالة بتاعتي المؤسرة في الدائر بتاعتي بقول لي بقى تتساوى الحرارة المتولدة في مدفعه سواء وصلت بالطيار المستمر او المتردد حيث اعتمد مقدار الحرارة المتولدة على مربع الطيار وتحسب القيمة الفعالة من العلاقة التالية يعني ايه بقول لي انا لو جبت حاولت اقاري ما بين القيمة انا عندي عايز قيمة حرارة معينة تطلع من دفاية او من مكوة او من اي جهاز سخان مسلا هديها كمية جهد طيار كهرابي متردد او جهد طيار كهرابي مستمر كمية الحرارة اللي هتطلع من عندي مسلا نفترض ان اعز حرارة خمسين ستين اصلت جهد او اصلت جهد ده مستمر عشان يديني نفس الحرارة اه يمكن ده كان تفسير الجزء الاولاني بس طب ايه بقى اه معدلة القفضة الكاف معدلة القفضة الكاف اللي هي القيمة الفعالة للجود بتساوي سبعمية وسبعة من الف من القيمة العزمة القيمة الفعالة بتساوي سبعمية وسبعة من الف من القيمة العزمة يعني بتساوي سبعمية وسبعة من الف من الف تلصى بقيمةandy ، لاحظ أن zawar , لاحظ أن اكلنا لسة على القيمة Liberty العظمى , لكن القيمة المتوسطة ستسقط 770 . ستمimo من الف إيجاب has jump in قمتين مرتبطين ارتباط كل بالقيمة العظمة القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة القيمة المتوسطة بتسوي سبعمائة وسبعة من الف ستومائة وتلاتين من الف من القيمة العظمة والقيمة الفعالة اللي بيانها قدامنا بتسوي سبعمائة وسبعة من الف من القيمة العظمة دول قمتين اساسياتين عندي اللي هما القيمة الفعالة والقيمة المتوسطة هنشوف منحنة دلوقتي معانا هيبين بس حتة القيمة العظمة والقيمة المتوسطة وعلاقتهم بالقيمة الفعالة والعظمة والمتوسطة والعظمة علاقتهم ببعض شوف مع بعض كده ادي عندنا المنحنة هو بيبين القيمة العظمة اهي القيمة العظمة اللي هي V maximum اللي هي اقصى قيمة للقوة الدفعة القهربية دي لما بتكون زي ما احنا شايفين كده زاوية القطع بتاعته بتساوي 90 طبعا عندي القيمة المتوسطة اللي هي بتساوي 636 من الف من القيمة العظمة من القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة بتساوي 7000 من الف من القيمة العظمة ايمكن المنحنة مبين وضع القيمة المتوسطة ووضع القيمة الفعالة بالنسبة للقيمة العظمة اه المنحنات دي كمنحنة موجة جايبية مسجل عليه قيم القيمة الفعالة والقيمة المتوسطة والقيمة العظمة بتبين لنا قيم او موقف القيمة المتوسطة من القيمة العظمة قد ايه انا باخد منها القيمة المتوسطة قد ايه من القيمة العزمة وبالقيمة الفعالة قد ايه من القيمة العزمة يمكن هنا بيبقى رسمة توضيحة اكتر منه وارشادي اكتر منه يعني كجزء امتحان يعني لو هنتكلم بقى للمتغصصين شوية هو اه انا ببقى عارف يعني ايه قيمة عزمة يعني ايه من قيمة فعالة ابقى عارف القيمة المتغصصة قد ايه من القيمة العزمة القيمة الفعالة قد ايه من القيمة العزمة عشان ما نيجي بعد كده نخش فيه هندسة القربية ونجيب معامل الشكل واللي هو الكي اف ونشوف هو بيطلع ازاي ونثبته نقدر ونجيب العلاقة بتاعته وعلاقات الكيمة العظم والكيمة الفعالة والكيمة المتوسطة نقدر نستخرج منه القيم اللي احنا عايزينها او نوصل او نمضي في شرح في دراسة منهج اسر هندسة القربية واللقات القربية ببساطة اكتر شو بعد كده جزء مهم عندنا جدا قالوا وهو تأثير مرور الدار المتغير على انواع الاعمال المختلفة اللي عندنا يعني ايه يعني انا لو عندي طارق كهربي الطارق كهربي اللي عندي دوت جبته صلطته على مقاومة ايه اللي هيحصل الدنيا هيكون شكلية ايه في المقاومة دي ولو مسكت نفس الطارق كهربي ده هو هو وصلطته على ملاك الدنيا هيبقى شكلية ايه ايه اللي هيحصل في الملاك ولو هو هو نفس الطريق الكهرابي صلطته على مكسف نكنها تكلمنا قبل كده عن مقاومة الملف والمكسف والمقاومة البحتة اللي هي مقاومة مادية فقط او الملف اللي هو عبارة عن سلكي لوفناه جبنا سلك كده ولفناه وعملنا منه ملف حلزوني او اي ملف او ملف عاجي حتى زي الملف بنعمل محرك او مكسف اللي هو بيبقى عبارة عن رحين وبينهم عازل تكلمنا عن الكلام ده قبل كده في الحلقات السابقة بيقول لي لو انا جبت تقار كهرابي بقى وصلطته على مكسف ايه اللي هيحصل فيها الدنيا هيكون شكلها ايه في المقاومة دي التأثير اللي هيحصل على المقاومة ولو شلت نفس الكلام ده تقار كهرابي وصلطته على ملف ايه اللي هيحصل ولوصلطته على مكسف ايه اللي هيحصل طب بدلا ما انشايفينه احنا عملينه كده كلام ما تيجي نشوفه على الرسم بتاعنا بقى شكل ايه اول حلقة جاء السابقة الجهد بالتغار عند توصيل مقاومة مادية او عند توصيل الكهرباء مقاومة الدية بالطريق الكهربية علاقة الجهد بالطيار عند توصيل مقاومة مادية بالطريق الكهرباء يعني لو وصلنا مقاومة مادية بالكهرباء ايه اللي هيحصل نشوف كده مع بعض الهلاقة كده ايه اللي حصل او العلاقة بتوضح ايه الرسم اللي قدامنا ده او اللي هنشوفه دلوقتي بيوضح ايه اللي هو ما بين الجهد وما بين الطيار الموجة بتاعت الجهد والموجة بتاعت الطيار شكلها ايه العلاقة بينهم اللي اتنين شكلها ايه علاقة الجهد بالطيار هو ده اللي احنا بنقصده بتأثير مروره الطيار المتردد على مقامة مادية اللي هو علاقة الجهد بالطيار قال اللي هو علاقة الجهد بالطيار ايه اللي هيحصل هلاقي ان علاقة الجهد بالطيار علاقة مت يعني بنون متوافقة في اتفاق يعني ايه في اتفاق يعني لو افترضنا ان الجهد طالع وصل تسعين نزل للمية وتمانين وبعدين يبدأ يكمل الموجة بتاعته في النص السالب هلاقي ان الجهد طالع طالع من السفر الطالع طالع معا من السفر طالعين مع بعض الاتنين وصلوا التسعين يبدأوا يلفوا الاتنين ويرجعوا للسفر تاني او للمية وتمانين درجة يعني عشان يبقى خد من سفر لمية وتمانين ما احنا متفقين هو بيبدأ من السفر يطلع بالموجة بتاعته يوصل اقصى قيمة ينزل بعد ما اوصل اقصى قيمة ينزل تاني لحد المنحنة الافكة او المحر الافكة عشان يبقى عمل زوية مية وتمانين درجة بعد ما بيعمل زوية المية وتمانين درجة بنقول عمل نص موجة يبدأ يعمل نص سالب تاني او في النص الاسفل نص موجة تاني بنسمى النص السالب يبقى بيعمل له نص موجة وبعدين بيعمل نص سالب ده الطالق الكهرباء المتردد بيقول لي ايه بقى لو اعتبرنا ان ايدي ايدي دي هتعبر عن الجهد ايدي دي هتعبر عن الطيار هيبقى لتنين طنعين مع بعض ما بنتكلمش على القيم يعني ما بقولش ان الجهد مية هيبقى الطيار مية مش دا الاتفاق اللي احنا نقصده هو مش مش قيم اه حسابية واحدة لا هو مش قيمة حسابية واحدة لا هي قيم اه اتفاق وجهي زي ما احنا شايفين على اسم كده الجهد والطيارة هم طالقين مع بعض ده لقيمة وده لقيمة بس طالقين مع بعض زي ما يكون واحد وابني ورقبين اوتوبيس ما الاتنين رقبين نفس الاوتوبيس بس ده سنه اربعين سنة وده سنه تلقى عشر سنين او تلات سنين مش معنى كده ان هم رقبين الاتنين مع بعض في نفس السيارة او نفس العربية وهيوصلوا نفس المكان في نفس الوقت ان الاتنين سنهم واحد مش معنى ان هم طالعين مع بعض زي ما احنا شايفين الاي ماكسيمم والفي ماكسيمم طالعين مع بعض بين السفر ووصلوا اقصى قيمة مع بعض ونزولوا للسفر تاني يبقى معنى كده ان هم قيامهم واحد لا في اتفاق وجهي بينهم في لحظات التحرك من سفر لتسعين ومن تسعين لمية وتمانين وفي النص الموجب ونرجع للشكل بتاعنا دلوقتي زي ما هنشوف هنلاقي ان في علاقة اهو في عملية اتفاق وجه ما بين الجهد وما بين التار ما بين في ماكسيمم وما بين اي ماكسيمم الاتنين بدقين من السفر وطبعا في ماكسيمم بعبر عنها الخط المناعة والاي ماكسيمم بعبر عنها الخط السليم الاتنين بدقين من السفر القيام مختلفة تماما بس اللحظات القطع بتاعتهم من الاتنين في نفس اللحزة وهم وصلوا تسعين في نفس اللحزة وبعد كده وصلوا لمية وتمانين وبعدين التاني بيعملو لي جزء في النص السالب اه عملوا في الجزء الاولاني باي اللي هو النص الموجب وقبل ما عمله النص السالب تاني اللي هو عبل ما وصل التين ستيني بعمله التو باي ده شكل اه اه او تأثير الطيار المتردد لما بحطه على مقامة مادية يبقى عند مرور طيب يقول لما يجي يقول ما هو تأثير الطيار المتردد اه عند توسيل او علاقة الجهد بالطيار عند تصديد الطيار متردد على مقاومة مادية هنقول يكون الجهد والطيار في حالة اتفاق وجهي وزاوية الوجه بينهما تساوي سفر تاني ما هي علاقة الجهد بالطيار ما هي علاقة الجهد بالطيار عند تصديد الطيار متردد على مقاومة مادية في هذه الحالة يكون الجهد والطيار في حالة اتفاق وجهي والزاوية بينهما بين الجهد والطيار ما يبقى ان الاي والفي بتساوي سفر. ده بالنسبة ليه تأثير مرور طائر قهرابلي متردد على مقاومة دي. طب لو شلنا المقاومة المادية وجبنا مكانها ملف التأثير هيبقى شكله ايه؟ قاربنا في حالة المقاومة اتفاق وجه وزوية سفر نشوف بقى كده مع بعض في حالة الملف هيكون العلاقة شكلها ايه؟ علاقة الجهد بالطيار في حالة وجود ملف هشيل المقاومة وحط ملف ايه دي ملفة هو سلط عليه طائر قهرابي متردد ومعروف دي الملف ده ما هتسلط عليه طائر قهرابي متردد هينشع عندي مجال مغناطيسي ملف سلط عليه طائر قهرابي متردد هينشع عندي مجال مغناطيسي وخلي بالك ان احنا كنا قلنا ان الملف المجال المغناطيسي ده قطع الملف ولد فيه قفضة الكاف عكسية عكس قفض الكاب تحت المنبع دي نقطة مهمة او تحطها في دماغك وده اللي بيطلق عليه الحس الذاتي او الحس النفسي للطيار الكهربي المتردد تاني تاني الحتة دي بنقول لما هيكون عند طيار متردد هصلطه على ملف هلاقي ان الطيار الكهربي لما هيصلط على ملف هينشأ حوالين الملف في ده مجال مغناطيسي اللي احنا وقدرها في ابتداء او في اداء دي كنت بقول لك ازاي تعمل مغناطيس كنت بتقول لي بجيب ملف ولفه على حديدة ومجرد ما همرر تيركهربي في الملف فينشأ عندي مجال مغناطيسي والحديدة هتمقل تاني لابقول لما هيجيب ترى متردد وصلطه على ملف هينشأ في الملف مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي ده هيقطع الملف تاني وهيولد فيه قوة دفعة طرابية عكسية وده ما يطلق عليه الحس النفسي او الحس الزاتي طب احنا لسه لحد الوقت ما قلناش علاقة الجهد بالطيار ايه؟ علاقة الجهد بالطيار علاقة مش فيها اتفاق وجيه ليس بها اتفاق وجيه هلاقي ان الجهد بيتقدم عن الطيار بزاوية تسعين درجة نتيجة وجود قفضة الكافة المستحسة قفضة الكافة العكسية هينشأ عندي تخلف للطيار بزاوية تسعين درجة او تقدم للجهد بزاوية تسعين درجة ما انا لو قلت جهد تقدم للجهد يبقى تخلف للطيار لو قلت تخلف للطيار يبقى تقدم للجهد تقدم للجهد هيتقدم على الطيار بزاوية تسعين درجة زي ما هنشوف كده شفنا الملف لما ممر فيه طيار كهرابي بنشأ فيه مجال مع ناطيسي وطبعا لما يكون طيار مترد وبيستحس عندي قفضة الكاف المستنتجة القفضة الكاف الدفسية ونشوف بقى كده العلاقة عندنا شكلها او زي ما تشوف معنا كده علاقة جهد بطيار هلاقي ان الجهد بيتقدم عن الطيار بزاوية تسعين درجة لو تفتكر الرسمة اللي فاتت بتاعت المقامة المادية كنت اللي اتنين بدقين من نقطة السفر مع بعض وبيزودوا مع بعض وبيزودوا مع بعض هنا بقى الطيارة هو في السفر انما الجهد في اقصى قيمة الطيار في السفر والجهد في اقصى قيمة لما الطيار وصل اقصى قيمة الجهد بقى في السفر وهكذا فهي انا بنقول ايه ان الطيار بيتأخر عن الجهد بزاوية مقدارها تسعين درجة او الجهد بيزبق الطيار بزاوية مقدارها تسعين درجة في زاوية تأخر للطيار عن الجهد مقدارها تسعين درجة وطبعا نرجع للرسم بتاعنا تاني اهو يبقى الجهد بيزبق الطيار بزاوية تسعين درجة الطيار بدء من سفر والجهد بدء من تسعين طبعا الرسمة اللي جنبها او الرسمة التانية دية اللي هي بتعبر عن مرور طيار متردد في ملف فبينشأ في حس ذاتي اللي هو بنسميه معامل حس ذاتي اللي هو بيرمص دوب الرمز ال تشوف بقى بعد كده ايه اللي بيحصل عندنا بقول لي يسمى ثابت التناسب بمعامل الحس لو ثابت التناسب اللي في دايرة فيها ملف بمعامل الحس ذاتي للملف واحدة قياسه الهنري بسمي الال اللي هي ثابت التناسب بمعامل الحس الذاتي للملف واحدة قياسه معامل الحس الذاتي الهنري وبيلاحظ ان موجة الطيار بتتخلف عن موجة الجهد بزوية 90 درجة يبقى في حالة الملف موجة الطيار هتتأخر عن موجة الجهد بزوية 90 درجة او موجة الجهد هتسبق موجة الطيار بزوية مقدارها 90 درجة وعندي هعمل الحس الذاتي او معامل الحس اللي هو ال ال واللي بقيس وحدة الهين في علاقة بقى بتربط ما بين الامجا والال اللي هي طب طلعتنا كده في المقاومة المادية طلعت مقاومة اللي هي الار طب في المقاومة في الملف في الملف بنطلع مقاومة اسمها المقاومة الاستنتاجية او المقاومة الحسية المقاومة الاستنتاجية او المقاومة الحسية وبيرمز لها بالرمز اوميجا ال او اكس ال يعني سواء اذا قلنا اوميجا ال او ان اكس ال هي بتعبر عن المقامة اللي استنتاجية او المقام او ممنعة الحسية للملف عشان نبقى اللامزة صحية الممنعة الحسية للملف اللي هي مقامة الملف لما بمر في طيار رمزها ايه اوميجا ال وقيمتها قيمة اوميجا ال اللي بتطلع عندي اوميجا ال اللي بتساوي ايه تو باي اف ال اوميجا ال بتساوي ايه تو باي اف ال تو ده رقم ثابت وباي اللي هي تلاتة واربعتاشر بالمية اللي هي اتنين وعشرين على سبعة F اللي هي التردد بتاعنا خمسين ستين سبعين مية زي ما نكون والL اللي هي معامل الحز طب ما تيجي نشوف الكلام ده مع بعض اهو اوميجا L او XL XL اللي هي اوميجا L اللي بتساوي 2 باي FL يبقى لو لو عرفناها بXL مش عرفناها باوميجا L مش الاتنين معنا واحد اللي هي ايه هي اوميجا L او AXL هي عبارة عن الممنعة الحسية او الممنعة الاستنتاجية لملف بمر فيه طيار قرام المتردد او قيمة الممنعة الاستنتاجية او الممنعة الحسية لملف بمر فيه طيار قرام المتردد رمزها اوميجا L او XL قانونها اوميجا L بتساوي 2 باي F L الامجا ال بتساوي تو باي اف ال قلنا تو ده رقم ثابت اللي هو اتنين باي تلاتة واربعتاشر من مية اف اللي هو التردد ايا كان اي من التردد واحنا التردد طبعا معروف مصر عندنا خمسين زرزب على الثانية والال اللي هي معامل الحس الزاتي للملف بتاعنا وبيقاس بالهنري والاف اللي هي التردد بتتقاس بالزرزب على الثانية وباي ده رقم ثابت اللي هو اتنين وعشرين على سامعة تلاتة واربعتاشر من مية واتنين طبعا رقم ثابت يبقى خدنا تأثير مرور الطيار المتردد على مقامة مادية قلنا اللي اتنين في حالة اتفاق وجه اللي هو الجهد والطيار في حالة اتفاق وجه والمقامة بتاعتنا اللي هي ار وامتها ار بتساوي فيه على اي امتها ار المقامة المادية ار امتها بتساوي فيه على اي يعني اي مقامة مادية اي او يساويها غضي على طيار الكلام ده احنا عيلينا في الحلقات السابقة ده كان من قانون اوم خدنا علاقة الجهد بالطيار او لما هيمرو طيار عنده متردد الا هي التأثير اللي هنش عندي اللي هو علاقة الجهد بالطيار دايرة بيمر فيها في ملف او دا ملف بيمر في طيار متردد لقينا ان الجهد بتاعنا هيزبق الطيار بزوغة مقدارها تسعين درجة او الطيار هتأخر عن الجهد بزوغة تسعين درجة وصلنا لان في حاجة اسمها عندي الممانعة الحسية او الممانعة الاستنتاجية للملف اللي هي مقامة الملف يعني بالبلدي والمنع الحسية والمقاومة الاستنتاجة للملف بتساوي اللي هي رمزها اوميجا ال او اللي رمزها اكس ال سواء كده او كده صح اوميجا ال اوكي ماشي اكس ال ماشي اوميجا ال او الاكس ال بتساوي تو باي اف ال واعرفني ايه تو باي وايه هي الاف ويه الال طيب يبقى احنا كنا لو تفتكر بنتكلم في الاساس في الكهرباء ان انا عندي طرط عناصر اساسية للاحمال مقاومة مادية وملف ومكسف مقاومة مادية اللي هي مقاومات بحتة مقاومة ما فيهاش غير كده مقاومة لما مرر فيها طيار يفكر فيها طيار صحيح طيار وكل حاجة بس هي مقاومة ما بتعملش مجال ولا تعمل شحنات ولا اي حاجة او ملفات النوع التاني اللي احمل ملفات ده اللي ما يمر في طيار الكهرباء انشاء فيه مجال معناطيسي او المكسفات يبقى مجي وحس اللي هو الملفات اخر حاجة اللي هي المكسفات قلنا في حالة الحمل المادي اتفاق وجه في حالة الحمل الحسي فيه تقدم للجهد بزاوة حين درجة طب في حالة المكسف يعني انا لو جبت مكسف وصلطت عليه طيار الكهرباء مترد ايه العلاقة ما بين الجهد والطيار في الحالة دي شوف الحالة اللي بعد كده والشغل اللي بعد كده عندنا علاقة الجهد بالطيار عند توصيل مكسف بالطيار الكهرباء علاقة الجهد بالطيار عند توصيل المكسف بالطيار الكهرباء انصر الممنعة السعوية للمكسف يعني الممنعة السعوية للمكسف هيكون شكلها ايه او الدنيا بالنسبة لها هتكون ايه بقول لانصر الممنعة السعوية للمكسف وجود انه بوضع لوحين لقينا احنا لقينا ان احنا لما بنحط لوحين من المعدن لوحين معدن في موجهة بعضهما يعني اللوحين كده وبينهما مسافة لوحين معدن وبينهم مسافة ويفصل بينهما مسافة وتم توصيل اللوحين بمصدر للطيار الكهرباء او بمصدر للجهد الكهرباء ايه اللي هيحصل فانه تتكون شحنة كهربية على هزين اللوحين او القطبين الشحنة دي بتتناسب مع الجهد المطبق بينهما يعني ايه بتتناسب مع الجهد المطبق بينهما يعني قيمة الشحنة اللي هتستنتج بتتوقف على قيمة الجهد اللي عندي وتقاس سعة المكسفات اللي هي الشحنات المتكولة بوحدة الفراد علما بانوحدة الفراد دي وحدة كبيرة جدا في وحدة اصرق طبعا المايكرو فراد والمايكرو فراد والملي فراد يبقى حتة المكسف اتلمت زي ما بينا قدامنا عندنا في الشريحة كده وجد انه بوضع لوحين من المعدن لقينا ان احنا لما نحط لوحين من المعدن في موجد بعضهما قدام بعض ويفصل بينهم مسافة وتكون في بينهم مسافة يبقى فيه لوحين وفي بينهم مسافة واذا تم تصديد مصدر للجهد بين هذين اللوحين لو سلطنا كهرباء على اللوحين دون فان شحنة كهربية هلاقي ان فيه شحنة كهربية هتتكون على اللوحين او على القدين وتتناسب مع الجهد المطبق بينهما ويسمى هذا النظام بالمكسف العملية دي بقى لوعضها كده بنسميها المكسف ساعة المكسف بتتأس بايه بوحدات يطلق عليها وحدة الفراد او الميكرو فراد او البيكو فراد او الميلي فراد عشان وحدة الفراد دي وحدة كبيرة جدا فبناخد وحدات قلب طب نشوف بقى شكل كده لدائرة كهربية وكأن فيها مكسف شكل اللي دائرة كهربية وكأن فيها مكسف شوف مع معد كده دائرة كهربية اللي فيها مكسف منبع زي ما احنا هنشوف دلوقتي والمنبع ده متصل بلحين واللحين بينهم مسافة فنتيجة تصليت المنبع هيتولد عندي شحنة موجبة وشحنة سابة زي ما احنا شايفين كده ادي منبع تار كهرائي متردد وعليه علامة الطيار المتردد ودي الفلت بتاعنا عند اي لحظة هيمر عندي طيار عند اي لحظة بيقيمته الطيار دوت هيبقى مصلط على اللحين اللي بينهم عازل اللي بينهم مسافة اللي هو العازل ما بين اللح الموجبة واللحة السلب هلاقي بتتكون عندي شحنات موجبة وشحنات سلبة على اللحين وده اللي بيطلق عليه المكسف او الدائرة يعني في العلم القرابة اللي احنا بقوله العالم مكسف زي ما انت شايف كده عبارة عن اللحين بينهم عازل اللحين بينهم عازل واللحين قد بعضه بالزبط ومسافة العازل مسافة بتبقى محددة وعلى فكرة طبعا انواع المكسفات كتير في طبعا منها الهوائي والكيميائي بس كل نوع بيستخدم والورقي والميكا كل نوع منهم بيستخدم الاستخدامات معددة وفي حدود معينة يمكن من اشارهم المكسفات الكيميائية طبعا احنا عشان ما نسرحش عن الجزء اللي احنا كنا نتكلم فيه في الاساس احنا كنا بنقول لما صلى الطيار متردد على مكسف او على ممنع سعوية ايه اللي هيحصل هلاقي ان الطيار بيتقدم عن الجهد بزاوية كهربية تسعين درجة فاكرة احنا قلنا في حالة المقامة المادية الجهد الطيار في حالة اتفاق واجه طب في حالة المقامة السعوية الحسية اللي هي الملف هلاقي ان الجهد بيتقدم عن الطيار بزاوية تسعين درجة طب في حالة المكسف هلاقي ان الطيار هو اللي بيتقدم عن الجهد بزاوية تسعين درجة ويطلعوا يشتغلوا في الاتنين. ده يبدأ من تسعين طير يبدأ من تسعين وجود يبدأ من سفر. ده في حالة المكاسف. يبدأ الطيار يزيد الجود يزيد موجة الجود تزيد موجة الطير تنزل. وهكزا. يبقى ده في تسعين يبقى ده في المية وتمانين تحت سابقه. وهكزا. يبقى انا عندي تلات حالات عشان ناخد الخلاصة بتاعي. يبقى في هزي الحالة يكون الطيار متقدم عن جود بزاوية تسعين درجة او جود بتاخر عن طار بزاوية تسعين درجة. عندي تلات حالات. قبل بس ما نقول لهم تلات حالات هنشوف المنحنات بتاعتنا شكلها ايه. وبعدين نقول لتلات حالات بتاعت المقام والملاف والمكاسف. يبقى في هزي الحالة في حالة المكاسف يعني يكون الجود الطيار متقدم عن جود بزاوية تسعين درجة. يكون الطيار متقدما على الجود بزاوية تسعين درجة. او الجود بيسبق او والطيار بيسبق الجهد بزاوية تسعين درجة او في هذه الحالة يكون الطيار متقدما عن جهد اي يسبق الجهد بزاوية قدرها تسعين درجة قاربية الشكل بتاعنا بقى اللي بيبين علاقة الطيار بالجهد هنلاقي ان الطيار متقدم عن الجهد بزاوية تسعين درجة الطيار هو اللي فوق والجهد هو الطيار هو اللي متقدم والجهد متاخر عنه بزاوية تسعين درجة زي ما احنا شايفين اهو كده على رسم معنا الطيار بدء من تسعين الجهد بدء من سفر ده في تسعين يعني في اقصى قيمة ليه جهد اقصى قيمة قطع إنما الؘار بالدي الجهد بدء من سفر مجرد ما الؘار الجهد والطيار هيبدأوا يتحرك المنحنة بتاعها يتحرك على ان جهد منحنة بيزيل عشان يوصل لزوية التاعات تسعين في نفس اللوقت اللي الطيار منحنة بتاعه بينزل بس خلي بالك لما ده تبقى زوية التاعات تسعين هيبقى ده عمل زوية 180 درجة يبقى هنا الاختلاف ده لسه ده عامل باي على اتنين ده لسه ما عملش ده بعده لسه بتسعين درجة هيعمل الباي بتاعته اللي هو اللي احنا بنتكلم علاقة و بنشير اللي هي وده علاقتنا جهد الطيار لما يكون عند مكسف و احنا زي ما قلنا العلاقة بتبقى علاقة التقدم للطيار عن الجهد بزيادة 20 درجة لبقى انا عندي ثلاث حالات عندي ثلاث حالات الحالة الاولى لما يكون الجهد والطيار في حالة مقامة مادية يعني علاقة الجهد بطار في حالة مقامة مادية الحالة التانية جهد وطيار في حالة مقامة استنتاجية او ملف جهد وطيار في حالة مكسف قلنا في حالة المقامة المادية بيكون الجهد بطار في حالة اتفاق وجهي تماما وفي زاوية ما بين الجهد والطيار في حالة المقامة الحسية المقامة الاستنتاجية او في حالة الملف بيكون الجهد بيسبق الطيار بزاوية 90 درجة طب في حالة المكسف بيكون الطيار بيسبق الجهد بزاوية 90 درجة دول التلات حالات اللي عندي نشوف بعد كده جزء تاني ومهم جدا عندنا اللي هو طرق توصيل المقاومات او الملفات او المكسفات لما باجى وصل المقاومات او الملفات او المكسفات بوصلهم ازاي يعني ايه لما وصل المقاومات او الملفات او المكسفات يعني لو انا افترضت ان انا عندي تلات ملفات او تلات مقاومات اجي واحد اجي اتنين اجي تلاتة عايز اوصلهم ببعض التلاتة دول اوصلهم ازاي اجي ملف اجي اتنين اجي تلاتة عايز اوصلهم ببعض التلاتة دول اوصلهم ازاي بيقول لي عندي طريقتين في التوصيل يقيم اوصل توصيل بيطلق عليه توصيل سيرز او توصيل على التوالي او توصيل الشنط ويطلق عليه توصيل على التوازي يعني ايه يعني انا عندي الاولانية مقامة الاولى والمقامة التانية مسلا والنفطل مقامتين عايز اوصلهم ياما توصل دول توصيل توالي ياما اوصلهم توصيل توازي دول الطريقتين الاساسيتين في طريقة مشتقة منهم تالتة بنقول اه دواجي. استواصل المركب قديم عبارة عن الخليط ما بين التواجي فقل مفقود على تواجيっていう esos النقص توممرست. يSmile mqf. مع trees mqf عبارة عن خليط ما بين التواجي لألتين قد تاضي وفق بي على تواجي المركب. ايما تو Gangdaq و من 북 bound الو الطيس فع dites انها امandi بتواجي. emulate كدوات. مفقود في ظهر الزفة. المقاومات على التوالي يبقى توصيل مقاومات على التوالي اذا ما تم احن نفهم يعني ايه توصيل مقاومات على التوالي توصيل مقاومات على التوالي اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات بشكل ما بحيث يسلي نفس الطيار في كل منهما فان هذا التوصيل يسمى بالتوصيل على التوالي تاني توصيل المقاومات على التوالي يعني انا عندي مجموعة مقاومات وعايز اوصلها على التوالي طبعا احنا عارفين ان قبل بس جزء التوصيل المقاومات على التوالي برضو في نفس السياق تقريبا عشان هنستخدمه بعد كده ان الممنعة المقاومة في حالة المقاومة المادية قلنا عليها R في حالة المقاومة الحسية قلنا عليها اوميجا L او XC في حالة المكسفات بتبقى اوميجا C او او XC اللي الممنعة السعوية يبقى لما عندي مجموعة مقاومات عايز اوصلها بعدها عندي مجموعة R عايز اوصلها على التوالي اوصلها ازاي عندي مجموعة XL عايز اوصلها على التوالي اوصلها ازاي عندي مجموعة اكس سي او اوميجا سي عايز اوصلها عالتوالي اوصلها ازاي معنا قلنا عندنا ار و اكس ال و اكس سي يا اما عايز اوصلهم مع بعض اما اوصل توالي اما توازي اما مركب وقلنا التوصيل مركب ببارع عن توصيل توالي وتوصيل توازي مع بعض خلصنا من الار وال اكس ال وخلصنا من اوميجا سي اللي هي ال اكس سي اللي هي الممنعة السعوية ودخلنا زي ما قلنا على توصيل مقاومات على التوالي يبقى توصيل مقاومات على التوالي ايه كانت التوصيل على التوالي ديت بيقول لي ازا ما تم توصيل عدد من المقاومات بشكل ما يعني لو وصلت عدد مقاومات بشكل معين بحيث يسري نفس الطيار في كل منها هو هو الطيار هيسري في كل منها هيبقى عندي التوصيل ده بسميه توصيل التوالي يبقى توصيل التوالي ببساطة شديدة ان انا وصل مجموعة الاجزاء اللي عندي او المقاومات اللي عندي او مجموعة الاناصر اللي عندي بحيث ان انا في الاخر الا ان قيمة الطير المر في الجزء الاول هو قيمة الطير اللي بمر في الجزء التاني هو قيمة الطير اللي بمر في الجزء التالت قيمة سبتة يبقى الطير في الدايرة كلها طير واحد مفيش حاجة اسمها طير كلي وطير على الجزء الاول وطير على الجزء التاني وطارع الجزء التالي لا الطائر اللي على الجزء الاول هو طائر على الجزء التالي هو طائر اللي على الجزء التالي يبقى توصيل مقاومات على التوالي اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات اذا درنا نوصل عدد من المقاومات بحيث ياسري نفس الطائر هو نفس الطائر اللي مر في المقاومة الاولى هو اللي مر في المقاومة التانية هو اللي مر في التالي هو اللي مر في الطائر الكلي هو الدائرة الاساسية بتاعته كلها او الدائرة كل مقاومات الدائرة الم�ر في حطال 1 سمينا التواصيل الى توصيل على التوالي نشوف شكل توصيل التوالي مع بعض ب appearance شكله ايه معنا على الرسم ازيان بوصل مقامة اولى والثانية والثالثة او مجموعة مقامات مع بعض على التوالي عشان في الاخرة تضيني توصيل التوالي او نوع او نوع توصيل التوالي زي ما هنشوف مع بعض ع الرسم دلوقتي هنلاقي ان في توصيل التوالي كهربا طالع من اتجاه او من طرف موجب مسلا طالع بيها عالمقامة الاولى هطلع من المقاومة الاولى على المقاومة التانية ومن المقاومة التانية على المقاومة التالتة ومن المقاومة التالتة بارجع على المنبع التاني يعني انا بطلع من المنبع امر على المقاومة الاولى ومن المقاومة الاولى على المقاومة التانية ومن المقاومة التانية على المقاومة التالتة ومن المقاومة التالتة بارجع على المنبع يبقى توصيل تاني اولى تانية تالتة بمعنى ايه لو عندي طرف المنبع ونفترض من دول طرفين المنبع بتوعي انا افترض ده طرف وده طرف للمنبع طرف المنبع ده هطلع من الطرف ده على الطرف رقم واحد للمقامة الاولى كل مقامة لها طرف واحد واثنين والمقامة دي لها طرف واحد واثنين والمقامة دي لها طرف واحد واثنين يعني كل مقامة لها طرف بداية وطرف نهاية فهطلع من المنبع على المقامة الاولى ومن الطرف واحد للمقامة الاولى يمشي الطايرة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الطرف واحد ومن الطرف واحد مش في المقامة طلعت من الطرف اتنين من الطرف اتنين من الطرف اتنين للمقامة الاولى على الطرف واحد في المقامة التانية يطلع من الطرف واحد من المقامة هو للطرف اتنين من الطرف اتنين على المنبع التاني يبقى انا عملت دايرة كاملة اتجاه الطيار فيها اتجاه واحد زي ما احنا شايفين وفي نفس الوقت ايمة الطيار اللي بيطرع من المنبع شد الطيار هو ايمة الطيار اللي بيمر في المقامة الاولى او قيمة الطيار اللي بيمر في المقامة التانية وعشان كده بنقول ان في حالة توصيل التوالي بيكون شدة الطيار في الدايرة ثابت والجهود مختلفة او متجزئة في حالة التوصيل على التوالي يكون شدة الطيار في الدايرة ثابت والجهود متجزئة يعني الجهد الكل بيسوي الجهد الاول زي الجهد التاني والجهد التالت الجهد اول مقصود باي يعني؟ الجهد على العنصر الاول زي الجهد على العنصر التاني زي الجهد على العنصر التالت او اي عدد من العنص الموجود يبقى توصيل المقاومات على التوالي اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات بشكل ما بحيث يسري نفس الطيار في كل منها فان هذا التوصيل يسمى بالتوصيل على التوالي ادي شكل توصيل التوالي قدامنا هون اللي احنا لسه شرحينه شكل الدائرة بتاعته وشكل عامل ايه طالع من زي ما شوفناه من الطرف الموجب على اول مقامة اتجاه اي وبعد كده اتجاه الطيار يعني السهم كده اي يعني ده اتجاه الطيار على ار واحد طالع من ار واحد على ار اتنين من ار اتنين على ار تلاتة ومن ار تلاتة على المنبع تاني يبقى كده يكمل دائرة كهربائية طه ده اتجاه الطيار الكهربائي في دائرة مقامة صح وانا واخديني الكلام ده قبل كده واقالينه وكاد يكون بالنسبة لنا كلام شبه محفوص طب لما حب اجيب المقامة الكلية للدائرة اللي زي دي هتساوي ايه الار توتل ما احنا قلنا المقامة الاولى هيمر فيها طيار المقامة التانية هيمر فيها طيار المقامة التالت هيمر فيها طيار الرابعة هيكمل الدائرة بتاعتي ده ده مقامة تاني بقى الاولى والتانية وكمل الدائرة تلاتة اولى وتانية وتالتة ار توتل المقامة الكلية في حالة توصيل مقاماتها على التوالي بتساوي ايه? يعني انا عندي مقاومة مثلا امتها خمسين مقاومة امتها مية مقاومة امتها الف وصلتهم مع بعض على التوالي وصلتهم مع بعض على التوالي المقاومة كلية بتاعتهم بتساوي ايه? مية زائد خمسين زائد الف من الف مش شرط نوع التوصيلة بيحكمني في حالة توصيل التوالي للمقاومات ار توتل بتساوي ار واحد زائد ار اتنين زائد R3 R total R الكلية في حالة توصيل المقاومات على التوالي المقاومات اللي هي المقاومات ما بقولش المقاومات بتساوي R total بتساوي R1 زائد R2 زائد R3 ده توصيل المقاومات على المقاومات اللي هي R resistance طيب طيب ولو انا موصل ده دي الطريقة الاولى للتوصيل لتوصيل مقاومات على التوالي في طريقة تانية للتوصيل اه فتتخلي بالك احنا كده وصلنا لان في حالة التوصيل على التوالي المجموع الكلي للمقاومات بيساوي مجموع المقاومات التلاتة او الاربعة او الخمسة يعني ايه المجموع الكلي اللي هي ال R total اللي هي ال R الكلية بتساوي مجموع المقاومات الاولى زائد التانية زهد مجموعة المقاومات الثالثة زهد ربعة زهد الخمسة طب ولو توصيل توازي نشوف ايه حكاية توصيل التوازي بقولي في توصيل المقاومات على التوازي اذا ما تم توصيل عدة مقاومات اذا ما تم توصيل عدة مقاومات بحيث بشكل اي شكل بحيث ان فرق الجهد عبر ايا من هما ويساوي متساوي يعني لان هذا التوصيل يسمى توصيل توازي شوفها مع بعض كده اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات اي عدد اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات او عدد ما من المقاومات عدد ما ما بقصدش واحدة مش مقاومة واحدة وتقول لي وصلها تولي ولا توازي لا اكتر من مقاومة اتنين تلاتة اربعة لحد ما وصل للملايين بقى المقاومات ما ليش دعوة بس مقاومة لا مقاومة ده بيبس اسمه توصيل مباشر اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات بشكل ما باي شكل بحيث ان فرق الجهد بحيث يكون فرق الجهد على ايا منهما متساوي فان هذا التوصيل يسمى بالتوصيل على التوازي يبقى انا بشترط في التوصيل على التوازي ان فرق الجهد يكون على المقاومة الاولى يساوي فرق الجهد على المقاومة التانية يساوي فرق الجهد على المقاومة التالتة زي ما في توصيل التوالي ان شدة الطار اللي بتمر في المقاومة الاولى تساوي شدة الطار اللي بتمر في المقاومة التانية هي نفس شدة الطار اللي بتمر في المقاومة التالتة هي نفس شدة الطار اللي بتمر في المقاومة الرابعة هي نفس شدة الطار اللي بتمر في المقاومة الف تمام يبقى في توصيل التوازي اذا ما تم توصيل عدد من المقاومات بشكل ما بحيث سألنا فرق الجهد عبر اي من هم وتساوي فان هذا التوصيل يسمى التواصيل التوازي نشوف شكل توصيل التوازي قادي شكل توصيل التوازي معنا هلاقي المقاومة بتاعتي ليه طرفين واحد اتنين والمقاومة اللي بعدها ليه طرفين واحد اتنين المقاومة اللي بعدها ليه طرفين واحد اتنين مع الرسمة هو كل مقاومة هي عندنا ليه طرف واحد وطرف اتنين المقاومة التانية ليه طرف واحد وطرف اتنين المقاومة الرابعة ليه طرف واحد وطرف اتنين وهكذا عد اي عدد من المقامات بوصل كل الاطراف واحد مع بعضها ووصل للمنبع وكل الاطراف اتنين مع بعضها ووصل للمنبع اصنوا واضح ان فرق جبير جدا في نوع التوصيل او في شكل التوصيل ما بين هنا وما بين هنا هناك قد من المنبع لواحد وبعدين من اتنين لواحد للمقامة اللي بعدها وبعدين المقامة جي للي بعدها وبعدين للمنبع من المنبع للمقامة الاولى اخرج من المقامة الاولى للتانية اخرج من المقامة التانية للتالتة ومن التالتة للمنبع هنا ده في التوالي في التوازي عمل ايه عملهم كده وخد كل الاطراف دي اهو كده وخد كل الاطراف مع بعضها بالتجاه والاطراف التانية مع بعضها بالتجاه واحد زي ما احنا شايفين كده على الرسم بتاعنا حيسؤلنا بيقول ايه حيسؤلنا جي هي مقلوب المقامة اللي هي الموصلية بتاعتي هي مقلوب المقامة جي اللي هي الموصلية بتاعتي هي مقلوب المقامة زي ما احنا شايفين كده حشان نجيه الموصلية مقلوبه المقامة طب المهم الار توتل بتاعتي فيها ايه اللي المقامة الكلية بتاعتي لا ان المقامة الكلية بتاعتي بدل ما بقول ار توتل بتساوي ار واحد زياد ار اتنين زياد ار تلاتة في المقامات على التوالي لا بيقول لي ار توتل واحد على ار توتل المقلوب بتاعها بقى بيساوي واحد على ار واحد زياد واحد على ار اتنين زياد واحد على ار تلاتة ما بقاش R1 زاد R2 زاد R3 ما بقاش R total بتساوي 1 زاد 2 زاد 3 ده 1 على R total بتساوي 1 على R1 زاد 1 على R2 زاد 1 على R3 تشوف مع بعض كده ده توصيل التوازي طبعا بس خلي بالنا ان احنا عندنا فيه توصيل توازي طبعا فيه ملفات وفيه مكاسفات وفيه حاجات زي كده هناخده في الحلقات القادمة ان شاء الله وهنعرف الفرق بين توصيل الملفات والمقاومات على التوالي وعلى التوازي الفرق بينهم لان انا عندي مقاومات وملفات ومكسفات هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله في الحلقات القادمة يعني الوقت النهاردة كان جزء اللي احنا بنشرحه جزء دسم وكبير خلصنا فيه جزء كويس جدا فيه قصة الهندسة القربية اوقاتكم ان شاء الله باستكمال دروس قصة الهندسة القربية في الحلقات القادمة واشكركم على الحسن ومتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته